اشتركوا في القناة ورئيس الوزراء حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أرفع إلى سموكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثامنة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا والتي نستذكرها دائما باعتبارها شهيدة على مرحلة مهمة في تاريخ مملكة البحرين الحديث وعلى النهج الثابت الذي أسس له حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن والتي تمثلت في انطلاق المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وفي هذه المناسبة الوطنية من أيام الوطن نثمن عاليا جهود سموكم الداعمة للمسيرة الوطنية المباركة وإسهام سموكم في العملية التنموية إنفادا لرؤية وتطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ومواصلة عملية البناء والتحديث بما يعود بالنفع على المواطنين ختاما أسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على سموكم وأنتم تنعمون بمنفور الصحة والعافية والسعادة لمواصلة عطائكم الخير بقيادة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه ودمتم سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي لابن العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعنا بكل التقدير على برقية سموكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة عشر لإقرار ميثاق العمل الوطني وإنه لا يطيب لنا في هذه المناسبة الوطنية العزيزة أن نعرب لسموكم عن خالص شكرنا لما تضمنته برقية سموكم من مشاعر وطنية نبيلة نعتز بها كثيرا مؤكدنا تقديرنا لما تولون سموكم مثله من جهود مخلصة وما تقدمونه من عطاء وطني إسهاما فيما نسعى إليه جميعا من نهضة وتقدم ونماء بلدنا العزيز دعين المولى عز وجل أن يحفظكم ويسبغ عليكم مفور الصحة والسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء ترجمة نانسي قنقر